طيب بالورقة والألم الكابتن ربيع ياسين بحاسب كولر إيه اللي ليه وإيه اللي عليه نشوفه رأيك إيه في كولر كولر كويس لا كويس فإنيا لا كويس عمل طفرة إنية في الندلاني طبعا يا كابتن ماجدي كمان يا كابتن ده أخت خمس بطولات وعمل حالات كتيرة جدا ما تبصش بتشوف المداري مش هيكسب على طول لكن خامل حال رضا عبد العلبي ينتقده لا يا كابتن كولر من يقول لك ده مدرب ماشي ما ينتقد يا حبيبي كل واحد حر لكن أنا بتكلم النهار ده بالنسبة لك طبعا طبعا يا كابتن إزاي يجي الناد الأهلي واستمر لو هو مش كويس حتى لو ما أخدش بطولات ما كانش يستمر في الناد الأهلي صح الناد الأهلي يا كابتن الراجل عمل حالات فنية خلينا وقيد إحنا بنتكلم بالعقل والمنطق والحكمة والعين والأصول فالنهار ده بالورقة والأنا بالراجل ده عمل حالات خدت واخد خمس بطولات ماشي ولو ما عندوش فكرة هياخد خمسة وبعدين ماشي عمل حالات فنية عمل مشات كويسة دور داخليا وخارجيا انت عملت التدوير كسب نجوم كل واحد بكتن في مستوى رجع لعيبة كتت في مستوى وعملت كرة وعمل شغل رائع طب النهار ده الأهلي ما كانش في الفورمة المشكلة عاد 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 وارد الله يا كابتن ده للبشر حاب يعمل روتيشن غير مجموعة كبيرة من اللعيبة وقعد ريح صح انا معال ان هو حتى النهار ده لو قلنا ان هو طب هو مرأ ريح ليه ما كان يلاعب الأساسي لا لا هو صح كده عشان عشان بعد كده في توقف يا كابتن مجدي خلي بالك في لعيبة تصابت وفي لعيبة مصابة وفي لعيبة مجادة جدا لكن الراجل بامتياز نجح في النهار ده الراجل بامتياز النهار ده الراجل ماشي بهدوء الراجل مش عصب الراجل زي الفل تمام تمام مية مية اللي احنا عاوزينه بيحققه احنا اكتر من كده ايه اخذ بالك ابتن مجدي وسياسة جميلة جدا سياسة فاهم سياسة العقل سياسة الهدوء سياسة قد بالك السبات المفعلي حاجات كتيرة جدا في الراجل وراجل مهار ده رجع لك حسن نسايا رجع عفشة رجع تاو رجع شريف قبل ما يمشي رجع وخضالك كيرام رجع رجع الناس كلها احنا عاوزين اكتر من كده خسر بطبيعي ما فيش مدارة بيفضل لك سبع لطول خضالك فاذا كان خسر بطبيعي نعم النادي الاهلي خانبه من 75 إلى 8 مبارات في الموسم ده عمال يحرط ورايح جاي رايح جاي طبيعي جدا يا كابتن مجدي ان يريحه فدي حاجات كويسة فالرجل نجح بامتياز في النادي الاهلي من وجهة نظر يعني من وجهة نظر يعني كوجهة نظر مدرب بقيمة وخبرة كابتن ربيعي عسين الرجل العمال يحرط رايح جاي رايح جاي وده جزء من حقك انك تفكر في الجزء ده لكن مش من حقك ومن حقك تفكر في حاجة تانية وتحتوق تقول انا كسبت خمس بطولات ده حقك واخد بالك لكن انت السنة دي متغير وما ورتنيش حاجة وابتدت اللعيبة بعضها يزام ده والعدل ومش العدل وناس عملة تقوله ابتدت تدار على اللعيبة اللي ما خدتش فرص وكريستو ومش كريستو يعني هنا بقى انت سمعت عمرك حد قال لي جوسي فين فلان لا طب لما يمشي لعيبة كبيرة في النادي الاهلي حد قاله مشيتهم ليه ولما يرجعوا برضو في عهده ولا بعديه ويثبتوا نجاحه حد قاله انت اهم رجعوا خلاص ونجحوا هو مال القرار هو عرف يكسب الثقة فالناس تحملت حاجات لانه فهم الجمهور لكن انا الشيء الوحيد اللي ربما ارى انه عامل شوية مشكلة الكولر ان الراجل ده بيحاول يفهم الرسالة اللي عايز يقولها لللعيبة وللجمهور وللرأي العام في المؤتمرات الصحفية فيه رسالة تنفع تتقال في المؤتمرات وفيه رسالة في الغرف في الغرف دي اللي ممكن قد تحدث بعض الشروخ للي بتلاكك للي بتلاكك كفكرة هو كشف حسابه في 71 مباراة مع الاهلي 73 مباراة خسر فقط 7 مباراة وتعادل 15 وفاز 9% 9% بالضبط هل دي نسبة كويسة انا معرفش نسبة كويسة لفريق عادل 15 بس اخد بالك حاجة انت داخل فيها افريقيا وداخل فيها بطولة العالم انت من ضمن السبع هزائم انك تخسر من ريال مدريد ومن فيلمينجو مثلا انت خسرت ثلاثة في ماتشات كاس العالم فانت اربعة في البطولات التانية بالضبط وخسرت واحد في البطولة دي وخسرت يعني هل ده معدل يريد والله دي فكرة كويسة شوف المان سيتي وشوف ريال مدريد خسره كام في سبعين مباراة زي الراجل ده اخر سبعين مباراة اذا كان المعدل هو ده طبيعي نبتدي نفكر بعقل لا المعدل ده اكتر من الطبيعي اللي واحد يملك من الامكانات وبرضه خلي بالك الناس بتقوله ايه ده انت اللي انت عايزه بتعملك في النادي الاهل وده حقيقة وهو ده النادي الاهل ماه مش بيعمل الكولر لوحده كل المدربين اتعمل لها كل اللي هي عايزها هو كمان وصل لمرحلة ان الناس تعودت منه على المكسب باللعب الحل طبعا بص يعني حتى للامال الرجل ده يحساب له كم مرة اقول لك اطفع لكورة الاهل جمال كم مرة اقول لك انها تبقى مشكلتنا احنا احنا مكية فقط واحنا ما بنخسرش اه ان احنا لو خسرنا اول ماتش اه مشكلتنا احنا بنقدي اول كعبلة صح؟ اه لان انت خلاص تعودت على كده انت عودت عيني على هذا الجمال زي ما يكون مثلا مطرب كل يوم اعملك اغنية في الجوة لو عمل اغنية ما تنسيبش زوءك حتى انت هتقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده بقى بعد كذا وكذا 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 جهازت غنيلي دي انت بتقيم الانسان على قدره ودي نقطة على فكرة في صالح كولر وفي صالح نادي الاهلي هو كل زعل ده ده فيه ناس غيرك انت زعلان من ايه يا رب نعمل نصك كده ونحقد وانت زعلان من ايه فيه ناس كده يعني فيه حد حتى في الجمهور المنافس يقول له تصوروا جمهور الاهلي زعلانة انها اتعدلت اه في الجونة يعني هم مستغربين بس هو ده الاهلي انه لما يعمل حاجة عكس التوقع الناس بيجي لها خبت امل ولذلك انا بقول ايه ما نعليش سقف التوقع قوي كلمة المهاجم السوفر دي لازم ننغيها نقول المهاجم المناسب اللاعب المناسب ما المهاجم السوفر ده مين هو مين وهيجي برضو بدايع فرص عندك فيش مواجم ما بدايع على مستوى العالم لكن انت عايز واحد اه يعمل لك يبل ونشي شيء لهمه محتاجين موسيقى موسيقى موسيقى